بالعودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا والذي أكد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على المكان الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسسات في إطار السياسة المصرية التي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشارك وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مفوضى الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي لسياسة الجوار والتوسع استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد أوليفر فاريلي مفوضى الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية بمشاركة السفير كريستيان بيرجر السفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على المكانة الهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز أهل الاحترام المتبادل وتعاون المشترك وذلك على خلفية كون أوروبا الشريكة التجارية الأولى لمصر فضلا عن الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر ومعربا سيادته في هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة من جانبه آرب مفاوض الاتحاد الأوروبي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمناً على علاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر ومؤكداً اهتمام الجانب الأوروبي بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر بالنظر إلى تشارك الجانبين في الجوار الإقليمي المتوسطي وفي ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً بقيادة السيد الرئيس وكونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي ومحور صون الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء فيما تعلق بأبعدها السياسية أو الاقتصادية والتنموية حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشادها التعاون المؤسسي بين الجانبين وتأكيد الحرص على أهمية استمرار تنصيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيتها الاقتصادية على المستوى العالمي خاصة في مجالات الطاقة والغذاء كما تم تبادل وجهة النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل تنصيق المشترك في الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية في قطاع غزة تكاملاً مع المبادرات المصرية لإعادة الإعمار كما تم تبحث حول مستجدات الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق على أهمية الإسرع في مسار عقد الانتخابات حيث أكد سيد رئيس في هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقود فرص تحقيق الاستقرار والسلام أضف المتحدث الرسمي أن المفاوض الأوروبي أشاد بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكداً تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016 خاصةً وأن مصر تستضيف أكثر من ستة ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية وهو ما يعد نموذجاً ناجحاً في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس كما تم خلال اللقاء تناول قضية السد النهضة حيث أكد سيد الرئيس للمفاوض الأوروبي أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها مشدداً سيادته على الموقف المصري السابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن